الخلطة اللي معاه والرجل اللي هون يبان عاد شي منه يختار يعود يبوزح وانا بعد لاي نواصل الوزير ان يتبوزحها لايقبلها هو ما خالق وزير لاي يجي الوزارة ما يلاي يعود انجز فيها شي هذا اللي هو المطرور منه الى ملاقع يعود ما يلاي يجيها غير بعد لاي يقول للوزير ان المقاطعات المريتانية ما زادت التظاهر رافد البادين مضيئة العطاش ما هم القرى سقيرات عواصم المقاطعات في هاي السابعي الفايت مشهدنا هون ياسم المظاهرات كلها رافد البادين وكاركرهم معنا الناس اللي هم زادت عطاش الى عادل المجهود اللي وعدل اللي شوره له تنبتقة وهل الطينطان الدولة بعد ما هي تنبتقة ولا هي الطينطان موريتان وسع من ذاك وما زادت عطاش وهراقة والسنين مملي ما نختاره يبوزع في أخبارها سنين مشاعنها متحطمة وما زادت متحطمة الى ضرك والناس كاذبة لاشه هذا ما معناها انه هو ما هو شخص محترم ولا هو إطار محترم يقد يعود غيرا بعد السنين مشاعنها ماتت وموتها ما زادت متواصلة فيها والناس ما زادت الظاهر رأيك بالبادين إذا ان هذا كلام تبوزيح ما هم قابل الشيء له أنا بعد ما نختاره بطي حزو ما يتعلق بالطرق نظرك لا ينفدر عينينا اللي أمن عنده الطرق وما ذا اللي فات نحن نعرف ذاك اللي خالق فيه ولا ينقول له علن حق مريتان نجزة ياسر من الطرق فيهم اللي سابق ذا الحكم وفيهم اللي فيه وفيهم اللي لحقوا حاصروا نفذوا وفيهم اللي وانتفق فيه ياسر من الأموال الغربات خالقة ملاحظة ما قاد تحد يكذبنا فيه الطرق بعد ما ينفعوا كاملة ودناهم شوارع نواكشوط هذا اللي يعدلوا للسنة السنة المقبلة يالك متقعرين والصيانة الطرق ما هي خالقة يعدل منها ما هو نافع ما تقبل طريقة سوى منين ماذا هي لك متقعرة كاملة واحنا ننفقه الشماية وفم الأموال هذا من قلة الرقابة يلا عادت من قلة الرقابة يالله نشدوا الرقابة من قلة من رخصة المكاتب الفنية اللي هي اللي شارفة على الطرق يالله نغيرهم تواطئ بين الشرائك ومكاتب الدراسات يالله الوزارة تعرف شي لك رخصة دناءة الشرائك اللي نقبلو ونقبلوهم دقري أقري يالله نوقفهم هذا الشرائك اللي كل شي نعطالهم ويسترتوه وينقبضوا وينقبضوا جاي عن المناقصات ولا شي ينقبضوا شرائك رويخية وعملهم ما ينفع ولا يراقب عليهم وفي سنة ومطريقات خويسرين كاملين هذا ما تلع محل الشكر ولا تلع محل مدح وهذا يخسر فيها سنة من أموال الموريتان إذن الوزير حد لا يبوزحوا يقولوا عنه يا الله يعقد عضلوا وشتمر إليه هذا من الخسارة اللي خالق في ذا المجال يغيروا وأنا بعد لاين أطرح الأخلاق لذلك إلا شفت طريق وعدلت فوتت سنتين ما تقعرض أحا نقول هذا الوزير ما شاء الله تفقرش أغير ذي غير ذي إلا شفت شويري كما تنفع نعطي لها دقرين قلع منها ووقفت نقول هذا الوزير عدل شغلة مضبوطة ذو كوة ذو كوة طراشي وإلى عادة قطرة عبدي ما ما في مش نحن اللي نشوفه ما في شي ولا تدق ينشح اخسر فيه ياسر من أموال الموريتان ياسر من الموريتان اخلق اخسر وانشكرت الحكومة وعدلنا طريق الفنانية وعدلنا المطار الفناني وعدلنا كذا إلينا جي السنة إذا هو لك ومدقعة خاسر كامل هذا ما ترم ما يالله يقاضى عنه ولا يالله ناخد عروسنا به ولا نمد حروسنا بشي ما يمتزاح به يا الله نقول أهل موريتان قولوا حكهم قولوا حككم لياك تقولوا صلح هذا اللي عندكم فاطلع على الزقاب ما هم قابل سب واحدة والنفاق والتبوزيح ما هم قابل شي كان لها يبني الدولة تعود بثنات يا الله نقولوا الحك هذه المنهجية اللي كاردين ما هي صالحة وهذه الرقابة الفنية ما هي صالحة والطريق اللي نعطو بها ليمرشي ما هي صالحة والخصوصية وفموال العمومية ما هي صالحة هذا هو اللي يا الله نقوله ويا الله يصلح يا الله يصلح وتوحنا نتحرى ولا نتائج هذا الصال احنا ما نقدر نعود الحكومة تشكر رأسها بالكذب ونعود احنا هون ممثلين الشعب اللي يا الله قومها هي ولا نخلوها نعود ما اللي احنا نكذبه ونبوزحوها ونقول لها ما هو نافع رعينا قائلينها ما هو نافع ولا تلعليه السكوت ويا الله يصلح وخاسر فيه ياسر من أموال الشعب الموريتاني حق ما خالق حد لا هيوك المال ما لا بدان يدفري له أنا لعدل تطريق زقل عشر ملايات مليارات وهي مليارين معدلينها اعدلتها بصيفة ما هي نافعة وفي السنة المقبلة هي خاسرة انتكلوا عشر مليارات وهم كانوا مليارين أكثر منها وعاقب ذاك خاسرة ملي لا يرجع الهم ملي من جديد نعطيه لهم ملي صفقة ثانية من جديد هذا ما هو عمل نافع ما هو عمل نافع ولا يالله لا يالله يسكتع لي ما يتعلق بقضية قطر أنا لين نقول فيها لا شيء بسيط أنا بعدين تقبض الحكومة الموريتانية وتقطع علاقاتها مع قطر الأسباب تعنيها هي هذا ما نتعدل قطر عدلتني شيء خاسر وراعيه واصبرت عليه وعالجته وأقطعت معها العلاقات قيرا لين نحاني لين تقطع معها علاقات السعودية والإمارات منجانة مردي الرصف في الشي ما يعنيني أشهدها بالله اللي باب أقول ما تعدوا في التعدلتوه ما تعدوا في التعدلتوه إن عادت قطر ما سياركم ذا من الخاسر كامل جاهدين عننا لاش وإن عادت مهدئة من الموريتان جاهدين عننا لاش أقطع علاقاتكم معها نعتزوا بها إنين يتعدلوها على أخلاق قطر والإمارات والسعودية وكذا وترصيفها بلا معنى أشهدها بالله اللي عدلتون لما ينفع ولا فيه المرؤ ولا هم احترم المصالح الشعب الموريتاني وسمعته حق حنا الشعب ضعيف والعالم عدلنا فقراء وحنا نعرفونا فعلينا قنية يقير ما ظهرنا مظهر الفقراء يقير يكننا بن أخوتنا وبضمائرنا ولا نوقع في شيء ما ينفع وظهر كعدنا قاعد لاجبل مبطوع عقباء نبطوا من نواشتنا نبطوا من نواشتنا لكن الشيء كان ما ينفع وحنا ما رصفين فيه نقاطر أخبارنا وأخبارنا من السعودية دور يصطلحوا الصبح الصبح دور يصطلحوا تصلح مع أمريك به اللي قواعد أمريك في الإمارات في قطر ومصالح القرب في قطر وتمويلات قطر في العالم الأوربي ودور يصلحوهم ونبقاوحنا بالحشمة رصفين على قوتنا ما بيننا معهمش وقطعنا العلاقات رياكنا قبل أخلاق مدة ثانية يبقى فينا العر خبطة فينا ولكم بدا فينا كيف لا يحن فيه خلطة الحكومة ترتفط عن الشي ما ينفع خلوك من أخبار التيفي والمصالح الوقتية وشوي الله ينجنب الموقف الفلاني هذا ما يبقى تناو عليه مواقف الدول ما يبقى تناو عليه مواقف الدول يبقى تناو عليه شوسع من ذلك شوفوا المقرب اللي حلاك منهار وهذا اللي قال كم من الماد صاب بقطر وصاب بالإمارات والسعودية في المغرب شوفوا الموقف اللي يقبض منهم قال عنه وسيط ونلاهما شي طائرة رافض المواد القذائية للشعب القطري نحن بعد السعودية ما هي عاطتنا من المال اللي عاطية للمغرب والإمارات ما هي عاطتنا من المال اللي عاطية للمغرب خالق شي ما ينفع ولا يقضي براء ويا الله إن قالوا تو هذا هذا رك الرواية إحنا ما يفصال إحنا نقبل ولا نعودوا فيها يقر نعودوا وسيط ما إننا ما نعودوا وسيط أنا أنا قال حد نعود رافد دبوس يهاد بها نقول عن هذا الشقة وخوت ولأني قاعد داخل بنات الموابل التي يصلح ونمر قاعد شرطة ليا نقبل موقف نحن قاعد بعيد من ذاك العالم خليج راوهك ونحن في شاكلة الصحراء فرث ذاك العزل على قبض القرارات ومواكبتهم وعقب ذاك ما تقولون للشعب الشعب هذا ما يبقي ما يبقي به ما هو ما هو طبعنا ولا طبعنا ندخلوا شي ما يعنينا ونعرف قدرنا نعرف أننا شعب ضعيف ونخلونا في مورنا وفي حجمنا وشي يعنينا قاعدوا نتقضاء عنه ونتقضاء عنه فالشي ما يعنينا نحن قاعدين يعنينا رعي قالبنا رعي عشر كيلوات من قدرون قالبنا نصلحهم ما تقعري قالبنا عدلوا صنداج الدشرة الفورانية تشرب نحن قالبين أننا أمورنا نحن لا نعود وحطها بالدشرة نديروا علينا ما من المشاكل ما يعنينا نحن يعنينا رعي قالبنا هذا ما نقاعد نتوافق به ما نقسل العالم الثاني ودقيقات العالم مدواقج ومور وداعش وقاطر وكذا ما لدينا فيهم القايا أعطيهم الأخلا إذن أنا لا نقول لا هذا ما يتعلق بالموجب الذي هو قضية سكنة لا نأخذها بعد الله لا نأخذها سكنة متعدلة الشريكة من مذالها هنا وفي قدر الموريتانيين عايش فيها ومنتوالية أمن مطارات والله لكن لا يجيب كامل نظر ونأخذه لها ولا ما لا ينعترض وما لا ينعترض عديد لا ينقول فقط طلا على هذا المطار الذي نفتخر به أنا بعد جيت في مرتين للأمانة جيت لا ينسافر وجيت متلقي الحال ونعرف عني مات تنبق نجي مات تنبق طريق المسير بهذا المطار الذي هو ما ما هي طريقة نافعة ولا هي طريقة مضبوطة هو قالوا أنه عصري قطعته اسمعته مطار عصري الناس المتلقية للخلق ما تقلت تجبر بلد توقف فيه ما والشمس هاي العصرية هذا كل وار الكبير اللي بتنا ما تخلى الناس تدخل فيه هو قيمتو شن حولوا قبيل بل يقطيع اللبيات وديروه في الداخل يغير خلوا الناس قاعات تعود فيهم قط سمعتوا مطار ما قد حد يطير فيه لما هذا النوع من التسيير شنو هذا هو بوتيك هو دار خصوصية هو شنو ذا اللي سكرت فيه موليتان شي ما يفهم مليارات المشبوهة وغير المشبوهة خدمات وما هي قادة ما هي قادة تنفع قط سمعتوا راكب ماشي معاهر وقاليات ماشيات رافدين الشاشرة ما يقدوا الناس المتافقتين تسخشف لكل وار خد هذا راكب نوع شنو ندير فيه صنادرة وجدعان من البوليس جايين من البادية يامس عندنا الأوامر ولا يحترم مسؤول قط سمعتوا الشيخ جاي لا ماشي ما يقدم شي به لبل يقطيع البيات خلط انتم دولتنا هذه عدرت هانا رواية التي عدرت لنا شنه اقفلوه اقفلوه ما نحن قامت مسافرين اقفلوه وما جايت طائرة اربعة طويرات في السبتة ونفقنا فيه مليارات ونحن ما نخلاونا دخلوه ولانا متممكن في السفر ولا اقفلوه عنا والله قلوا انه مطار الحكومة اللي وزير جاي يخلي يدخل دخل الواقج والما هو وزير والله رئيس ولا كنتم الوزارة والرئيس مريتان اللي لقدها وشكرا مدام